ارتفاع كبير في حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان المعظم قتل وجرحة خسائر مدية، مآس ومعاناة مستمرة مع خسائر تتكبدها الدولة للتكفل بالضحايا والآثار المترتبة عن هذه الحوادث مؤشر الحوادث المرورية في ارتفاع مخيف ومستمر حصيلة مروعة خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الفاضيل سجلتها مصالح الحماية المدنية ومختلف الأجهزة الأخرى ذات العلاقة في مقص حصيلة تدخل وحداتنا في سياق حوادث المرور منذ بداية شهر رمضان المبارك وحداتنا قامت بميزين 2300 تدخل على إطر عدة حوادث المرور لأسف خلفت ثلاثة وسبعين حالة الوفاة وما يزيد عن 2575 جريح المصابين بجروح متفاوتة الخطورة وسعفوا من طرف حادثنا في عين المكان ثم تم نقل مستشفيات طبعا هذه الحوادث التي سجدت خلال الفترة في طروتها مختلفة خاصة الفترة بين الخامسة مسائين إلى السابعة مسائين يعني نتكلمها للحوادث المميتة التي تفسل خاصة التصدمات وإنها يدخل عمل للسرعة ومزيد تعب والسياقة التي تطير النعاس وقد سجلت مصالح الشرطة أربعة آلاف ومئة وخمسين مخالفة تتعلق بالسرعة المفرطة قبل موعد الإفطار كذلك قلة التركيز والنعاس التجاوز الخطير عدم التقييد بقانون المرور وتوجهات السياقة السليمة إضافة إلى الطرق المهترئة وعدم انتهاء الأشغال في كثير من الأجزاء والمناطق كلها عوامل وأسباب تؤدي إلى تسجيل الحوادث وتجعل من الجزائر بلدا يحتل مرتبة متقدمة في قائمة البلدان التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد حوادث المرور سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الإختصاص منذ بداية شهر رمضان إلى يومنا هذا أي خلال نصف الأول من شهر رمضان كحصيلة أولية وقوع 278 حادث مرور خلفت هذه الحوادث للأسف وفات 116 شخص وإصابة 411 شخص بجروح متفاوتة الخطورة من خلال تحليل الإحصائيات نلاحظ ارتفاع نسبي في عدد الحوادث وكذلك الوفيات وكذا الجرحة وهذا راجع إلى عدة أسباب من بينها السرعة المفرطة التي يقود بها السواق مركباتهم وكذلك السياقة تحت تأطير الإرهاق والتعب ونقص التركيز والانتباه وكذلك المناورات الخطيرة في الأوقات التي تسبق وقت الإفطار يحدث كل هذا رغم المجهودات المبذولة وحملات التحسيس ودعوات الحيطة والحذر وأيضا رغم مشاهد الموت الخراب والمأساة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر